بمناسبة الاحتفال بعيد الصليب الكريم المحي توجه سيادة المطران كيريوس كيرياكوس متروبوليت الناصرة وسائر الجليل من كنيسة القيامة في القدس إلى اليونان برفقتي خشبة الصليب المقدس بعد نيلي بركتي صاحب الغبطة كيريوس كيريوس في أوفلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وفلسطين وسائر الأردن وسيقيم المطران كيرياكوس مع الوفد المرافق لمدة أسبوعين في عدة مدن يونانية حيث ستقام الصلوات والقديس الإلهية اليومية بمشاركة المؤمنين القادمين من كل المناطق المجاورة منذ ساعات الصباح الباكر وحتى بعد قداس منتصف الليل لنيلي البركة والسجود للصليب المحي وبمناسبة الزيارة المباركة أقيم في كنيسة القدسين قسطنطين وهيلانة في مدينة تريكالا قداس منتصف الليل برئاسة سيادة المطران كيريوس وبحضور جمعا كبيرا من المؤمنين القادمين من عدة مناطق للاحتفال بهذا الحدث المقدس شكرا